انا اتقدم استقالتي وزير الزراعة ووزير فاشل تتقدم استقالتي ثاني يوم لعد ليش من وبخك الكاظمي ما قدمت استقالتك شي يوبخني في مجلس الوزراء اول وزير يوبخ في تاريخ مجلس الوزراء هذا شرف اللي اه شلون لاني القرار اللي اتخذ مجلس الوزراء وبخني على عدم تنفيذه والدليل انه ما تنفذ وتراجع القرار مجلس الوزراء سوى قرار جديد وشكل لجنة بعادة النظر دليل على صحة اجراء يعني يعني توبيق اللي عن صحة اجراء ما صايرها شرف اللي هذا ما صار توبيق على مصحة اجراء لا هو الرجل دولة الرئيس في بداية الاجتماع تكلم انه ليش وزير الزراعة ماذا ينفذ قرارات مجلس الوزراء ليش مجلس يتنفذها لاني يتخالف مع قانون حماية المنتج اللي هو ولذلك انا من اكتبت الى مجلس الوزراء وقعد وزير المالي يناقش الموضوع شكل لجنة برئاسة مستشار رئيس جدراء والتوصيات بي اجمعها مثل ما كانت توصيات الوزارة والحالة للمجلس الوزراء الاقتصاد هذا التوبيق شرف اللي له ادوك تحية وانفذ القرار يعني يعني هذا التوبيق اللي وجهه الكاظمي شرف 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 توبيق اللي صار انه سببه لان قرارات مجلس الوزراء كانت خاطئة او انت قرارك صحيح لا لا ما هكذا لا عشنه قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد ايه فتح الاستيراد عنا بكتالها الجوع صحيح شو اللي بت وانا معاه لعد وين الاكتفاءة ذاتي عدم صناعة الدجاج انا صناعة الدجاج اعترضت عليها قلت عندي اكتفاء ذاتي ايه والدليل انا ساد الاستيراد صالي سنة ونص مزين وهذا سعر الان يعني سعر الان الطبقة البيض باربعة تالاف ين مزين مع الوزير انت هسه لا جاي ترضى نقول توبيق بسبب انه قرارات مجلس الوزراء خاطئة ولا جاي ترضى نقول قرارات خاطئة صوش منه صوش بينا صوش بيه بيك بيه طبعا شون الصوش بيه المفروض اني انفذ قرار مجلس الوزراء انا هسه انا اوقع المجلس الوزراء كوزير وابق على فت قضية يفي لك الله الاستقالة بجيبي اعطها على الميز يم رئيس الوزراء اقول له في مال لا نشوفك بخير لا ما تقدر تسويها انا ما سويها لها ها حلو الوزراء هذا ابد المتلام ومسلس الوزراء هذا شراء